السلام عليكم و مرحبا بكم و ننسى كل في قناتي و اوزف حلقة الرئيسة بش نحكيوه عن البطولة التونسية و مباراة لسالة اليوم بتاع الجولة الخامسة اليوم صاروا 4 متشويت 3 متشويت من المصارى 2.5 و الماتش الرابع صار مع 4.5 من التراجل الرئيسة تونسي و نادي حمام الأنف و في بتي سالة تراجل ثيم بلايش الماتش هذي هو الماتش يتفرط فيه و نحكيوه عن تفتكين نحلوه اليوم نحكيوه عن نتائج نتائجه فقط اذا نحكيوه عن نتائج الكل متع الوقابية اليوم بتاع الجولة الخامسة من بطولة تونسية نلقاه النيدي البنزرطي تصار 1-0 على النيدي نجم المراريب المتلوي نلقاه اليوم حمام السوسة عاد 0-0 مع النيدار السفيقسي و نلقاه الاتحاد تتاويين انها زم 2-1 قدام الاتحاد بنجردين وترجل تونسي 9-2-0 على النيدي حمام الأنف اذا نذكروا بترتيب متع المجموعة الاولى نتائج مجموعة الاولى اليوم تلعب متع جولة الخامسة نلقاه بالترتيب متع مجموعة الاولى الترجل التونسي في مركز الاول 10 نقاط و معقوص من المقابلة ترجل ثلاثة مؤامتي سرات والتعادل الوحيد للاتحاد بنجردين و نلقاه النيدي راريس فيقسي والاتحاد التاويين و النيدي البنزرطي يكونوا في مركز الثاني و ندي راريس فيقسي نقصوا مقالوا عنها من مقارنة بالفلاق الأخرى و نلقاه نجم متلوي و اتحاد بنجردين و حميم السوسة كلهم بخمسة نقاط و الثلاثة في رقّرهم اللي نقصتهم مقابلة معناها اتحاد بنجردين و نجم متلوي و ندي حميم السوسة كلهم نقصتهم مقابلة و في المركز الأخير نلقاه النيدي راري بحمل الأنف بداية متاعه سيئة جدا في بطولة تنصية لعب 4 مبارئة تخسرهم الكل نفهمك لا تشعر يوم ذات تارجي ولكن المقابلة الأخرى لكل لذات بخريف ماتش تارجي اخسرهم بداية سيئة جدا برغم يجيب مدرب جديد ماتش هذية ولكن مدرب جديد هذية يتلقى اول هزيم عليه و لكنهم يجي نحتوي على التارجي لقاه التارجي يقدم مستوي رائع جدا مصراحة المستوى متاع التارجي اليوم كان احسن مقابلة مع التارجي من مقابلة اللي فيتو كل قرن المستوى الهجومي ما كاش منتج جدا للتارجي و لقيتنا برشة مشكل بصراحة المستوى الهجومي للتارجي بصراحة كاليتي اعلمية خدمة بصراحة كاليتي الخير برجة برجة من الوطنية اللي نفرج فيها عامناول كل شي موجود بصراحة ستوديو عالي بصراحة منتع البث معناها ستوديو تحليلي معناها لاحظنا كل شيء موجود في البث بتاعتار جهر التونسي بصراحة نتمنى انه يستدمر التطاول العليمي هذيه ممكن الوطنين تشري في حقوق معناها ومعاش يتفرجوا في ماتشوين بطريقة ريه ولكن بصراحة لانه اليوم بصراحة جيء به برشة البث بتاعتار جهر التونس اليوم به برشة متع المقابلات هذيه يتم نتمنى يستمع التطاول عالي بشام تاعتار جهر التونسي والماتش ارائي اليوم وصلت تقريبا 90.000 في مواضيع المقابلة وصلت تاعتار جهر التونسي لتفرجوا في الماتش في نفس الوقت معنا في الاخر ماتش خاصة في 80 دقيقة 70 دقيقة لحمنا ان العدد المشاهدات الترفي عبارسي وصلت تقريبا 90.000 مشاهد في نفس الوقت اذا اليوم خانيا نحكيو عالمبارادة التاعتار جهر التونسي نحكيو علي تكتين للماتش ارائي ماتشويتو خيام تعالوا ربطونا نحكيو عن اليوم غدوة تبقيها بتفديو غدوة ان شاء الله ونحكيو عن ماتش بارشلونة اللي خسرت تعال 3 وريموتردتا سيتافيغو ماتش المانيو وماتش الستر سيتي وماتش الريال نحكيو عن ذلك كل غدوة نحبت فيديو غدوة لكن اليوم مش تحكيو عن بطولة تونسية الفيديو ري مخصص لماتشوية بطولة تونسية يلن نحكيو عن تشكيل نزل به المدربة الرجعيدي اليوم تقريبا الرجعيدي استقرع على تشكيل 4-3-3 الماتش اللي فرد بانجردين ما حكيتش عليه لانه جوت البلد كانت تعايب بصراحة من فاج بانجردين وليكن اليوم تفرجح ماتش بايه بصراحة ونجم ونقره تكتيكين الماتش هذية اذا اليوم استقر المدربة الرجعيدي على تشكيل 4-3-3 الماتش اللي فتلعب بال4-3-3 ماتشويتو خلياني كلهم كانت بتشكيل 3-5-2 تقريبا نتصور ان المدربة الرجعيدي استقرع على تشكيل 4-3 بشكل دائم معناه نتصور معناه ما عادش يبدل تشكيل 4-3 وبشيوال يعتمد الدماء على 4-3 نظرا لانتاج الهجومي الكبير اليوم فما انتاج الهجومي كبير ودفاعي ما كانتش فهم برشة بشكل ربما انتلا تقول لي ماتش قوي ضد الاهلي او ضد الزيميل كذا كانت تراجع في المسابقات الفريقية ممكن رجعت لها 5-2 ولكن نحكيو بشكل عام ما احنا على مقابلت هذوما من ناحية دفاعية ما تقلقش برشة معناه بما انه ندي حميل الان في اليوم كما لاحظتوه يلا بعد دفاع فقط ندي حميل الان في الاول مقابلة الاخر المقابلة هو يدفع حتى بعد مقبلها دفع تتصورنا انه هاللعب بشتحال شوية ويخرج شوية ندي حميل الان في الهجوم ولكن ندي حميل الان في حب يلا بعد دفاع وحب يخش مقابلة لي باخر الأضرار خسرت 100 بلايش فقط الليو في معبرات كان ممكن ان تراجع التونسي يخرج نتيجة اكثر من 20 ليش اليوم بعد الكبير من الفرص بالانتاج الهجومي اليوم لاحظنا في انتاجيه هجومي اليومات شوية اللي فاتوا لاحظنا شوية عدم الاقناع الهجومي ولكن اليومات تراجع هجومي كان مقرع بشكل كبير اذا نحكيو على تشكيل وعلى اسم الان تشكيل اليومة نقابل بشريفية كحاسرنا كالقلب ايدي فعلا نقابل 2G ومع بدران اليوم الثنائية ثم خدمت بالكداب اليوم لاحظنا شوء بشكل اللق الحاجة العمل الازالي ليه past a conflation والحاجة الثانيةunächst 중에 انو نبقال عبر الازوز ميترجوش كل الهجوم بالكدابة العالمة يراجبوا كلها حذية ديما اللاعبين يحبوا اللذي يدعوها في القاعة ميترجوها بشر الشكل علاه لسهلها شكراINGا العالمين هنا تعريض بشكل youtube يريح في راشيلا انا واضح نبريح لحشين الميشون ايمانو حوت اقنو ا Julia نبهم الحاول tatallari ممكن يلاعبوا فخم هي 25 كذا في الرهيل أي من هل يتلعبوا بال3-3 في الرهيل أي منه بسرحة مشكلة كبيرة ولكن تلعبوا في ال43 معناها يمكن يلعب كجناح اليوم ولكن اليوم بالعائد خل في الشرطين يلعفوه للاعب راشيد العرفاوي ما كان لعب غير يشعروا في الشرطيني ولكن اليوم قرر إلاحته أخر مقابلية التويل للعب راشيد العرفاوي ومعناه يستحق إنه بشيخ فرصا نظر للأنه تلاجي يلعب إربة وحد أربعة وحد أربعة وسبت إربة واحدة كيما تلعب معناه وربعه ده ما تشويد معناه بدعب بطوله بوسط الجمعة وماتش اخر الجمعة معنا بتبيع عايزي مرتاح شوية اللاعبين اذا نحكي واحنا على ظاهر ايسر اليوم ان نلقا وجود اللاعب بنحميد اليوم بسراحة المستوى متاعه كان جيد جدا في وسط الميدان لقاوا كل بالي يوش عليلو بالنظار مستوى هم زيدا كان جيد اغرابيتهم على اللاعب تراجي ونلقاوا حمد الهوني والمرزوقي ومعهم انا يؤلاء في الهجوم انا يؤلاء لاحظنوا عليمين ولقاوا اللي هوني علي السار ولعب منزوقي اليوم كان قلب هجوم اذا نحكي اليوم من ناحية تتخيه على المستوى بين الفلس للتراجي للتورسي فانسان المقابلة كما كان متوقع حمد الانف يلعب على الدفاع اغلبيت الفرق يريع لنتاع اوسط الترطيب او اخر ترطيبا انا احنا كنتجي لارة تلعب على الدفاع لحظر اليوم حمد الانف تلعب على الدفاع اليوم بشكل واضح لعب تقريبا بخطة 5-4-1 من الناحية دفاعية اليوم التراجي في بداية الموقع من احكيه اول 10 دقائق يلقى بعض المشاكل بشامبوز اللعب متاعه ويلقى هو الحلول الهجومية بشكل واضح التراجي كان هو مستحوض وطرف المستحوض الاكبر ولكن لاحظنا بعض المشاكل في خطة فرص ولكن من بعد تقريبا بعد دقائق 10-12 لحظنا التراجي بداي ينترج هجومية الانتاج هجومي اليوم كان جيد جدا بسراحة اليوم السراحة ان التراجي لتنسي يركز عن طريق الاتراف بينها اليوم يكون اساسا عن طريق الاتراف عن طريق جهة اليوسرة او جهة اليوم communicating الجهة اليسار اليوم وليعب حمد الحميدة season سنة كبيرة اليوم قدمها برمضان الجهة اليوسرى فنلاهروا لعبين يضمع جهة اليوسرى ويما قدموا مستوى جيد في بناء الهجمات فانهم مع تاكتل دفع الكبير الحملان في اليوم حمل اف كان ديما يلعب ديما يكثف المراقبة على جهة يمين خاصة ان يلعب بزوز لاعبين على جهة يمين يلعب بالظاهر الايمن ويلعب قدموا لاعب اخر بما انه تشكيله كانت بشكل 5-4-1 فان فان توسير اقاب بعض ما جئت اليوم فانتها تداج بالكرة عن طريق الجهة اليسار وومين ولكن اغربية لعب التراسج مع ül Tir Again ك having to write the Todali.. كيف تقول كم اليوم إن بن حميدة كان يقرب شوي مع بن rubraken ديما يمنح نفسه كخيار بن حميدة كل بن يدحمدة ثم يأخذ الكرة اولا يطلع للاعب بما يAME ديما يلاحظوا لعبين تراسجير القوم وجهة لعبين يلعب ن sections of the game ويلعب قريب برشة من قلبيه اليوسر باللمضار ويمنح نفسه كخيار بنحميده اول هوني الهوني كان يرجع قطش مرة بشى قليل حلول الرجومية معنى العمل الدولي مع حمده الهوني في مسئلة من الهجمات للتراجر الى تونسي كان يحاول ليبعد برشة على منطقة جزاء كان يحاول يلقي حلول وكان يعاون في بناء الهجم للتراجر التونسي ولكن اذا كان التراجر اليوم وصل لمنطقة جزاء ومعنى اقرب برشة منطقة جزاء ملكي واحنا وصل معناها حتى الكرة في المنافس فاننا لهذه اليوم تدارجات كبيرة بالكرة ملات اللاعبين خاصة في آخر 18 متر معنى أن كي وحنا معنا فيما لمسات كثيرا بلات اللاعبين تعبق بالباسات السريعة معنى من بنت اللاعبين تفاهم كبير للمليناه ما بينت الهوني بنحميد اليوم عجل وسرى اللي وعمل ديزاكتراسيون بحين برشا عجل وسرى تقدم برشا وتجاوز لعبي الفريق المنفس عجل وسرى اليوم وتقدم برشا عجل وسرى بصراحة وعمل برشا اختار اليوم وكان هو موراه الهدف لسجل التراجر التونسي معناه لاحظنا هذي كل اليوم في التراجر بشكل واضح اليوم والجهل يمين من خدمة شوية ما كانتش اليوم غايبة جميلة عجل يمين فانو الشعلالي كان هو المسند عجل يمين لعبي بوكس تو بوكس، الشعلالي وبرم رام واحد يسند عجل يمين واحد يسند عجل يسار الشعلالي يسند عجل يمين وبرم رام يسند عجل يسار مع بدجا وجد المزوق المكتفين لجذر بشيق لإنساء فصة الجيد من اللاعبين توزيعات اه سوي فد راد الفد يعني ما وزع اليوم شوية توزيعات عجل يمين وجب فرصة اختير للترجر تونسي وكالي مستعوى محترم على الليسان لاحظوا شوية توزيعات من بيد الحميدة هاي الكرة ينفجي بتراجي اليوم يتعاوض مرة 23 بصراحة لحظنا تعبد التماريات قصيرا بيت لعبين ديت خيونغ اليوم رينيهم في الوجوم عجلي سار لحظه بن حميدة والشعليلي ومعاهم بالضنظر عجلي يمين ارهي الله ومعاهم اللعب الفراد الفيدع ومعاهم الشعليلي فانو لحظنا مثلث عجلي يمين يخضب بالقدار والمثالثة عجلي سار يركز علي التراجع التوسي بشكل كبير اللي حكيت عليها جتاوة من عينا الجهة اللي يسار خد بشكل كبير التراجع والمزوقي كالسحف هداف الأول من اليوم لحظنا نخذه الممتازة الحمد للهوني بن حميدة تلعب بن حميدة عدا فاس للمعادة برمضان فكت كرة التراجع ولكن التراجع يعمل كونتر بريسينج به برشا حاجة يبقى اليوم في التراجع هي كونتر بريسينج كي يخسر كرة التراجع فاللحره لعبية ضغطه بشكل مباشر على اللعبين يتحمل الأنف بعد انه تلعز في التراجع ليسخ خبر الجهة ويضيع الكرة ووضيع mesma والذيورات الخبر المنزوحة كان هنا تراجع الكرة وثيفية بير ت ROM هذه المح CadaFed وللحر ما حميد لله للمعادة بنيانة في بصراحة كل ما حميد للنف يخل الكرة ولكن للعب من اللاعب كي انه بسراحة يترجعوا الكرة بشكل ورح معناه ويخليهك بوزيسيون ويستحفر مروخة لترجر تونسي والترجر يعاوض بروخ يعاوض بدينا هجمة لترجر تونسي بقيننا في ملحة هجمة لنادي الحم الأنف الترجر هو المستحوى الترجر هو اللي يحاول يبني هجمة بشكل متكرر معناه وحم الأنف يلعب على الدفاع ويلعب على الكورات العالية ويحاول معناه تجيل كورا متحر ذلك في الأخير ويسجل منها هدف اللي هو مقادرية ولكن الدفاع الترجر كان فيها في أغضب فتأة أتوار المقابلة إذا نحكيوش وعي على شرط ثاني شرط ثاني اللي حظنا بديته كانت قوي من ترجر تونسي زادة جيت كورا لحمد الهوني تصدر له حارس ومن بعد جيه هدف عن طريق حمد الهوني بعد عملية كبيرة ساعة جيل لوني والتحضير جيه عجيل اليومنا إنه لا توزيع الحمد الهوني حمد الهوني حدك رف الشيباك لحظنا بديت العملية على الجهة اليمين والليوم العملية تقضيت بالشكل واضح على motives من العملية المتاع الجهة اليمين الجهة اللي كانت غدأ السرط ثاني إنه جاي أخذين شرط اوه هادف المكان فزيلا При ؟ الحظ الفرند ، جود الهوني وكوراهات مع شكل من سلاطية هذه المكان ليس لعبyas بالنقصة لحظنا خليف اللي كانت جهة اليمين وعجيل اليوم في المرد شهرية يجب ان تمشي لوجي tournament في المنطقة amigos ولكنهم يحتمل ان اكثر على العمق يحتمل ان أكثر على توجد اللاعبين في المنطقة وسط الميدان אתه وتنستطيع ان نرى الغيب helicopter لم يمشي لصف حيث على اعتماد الترجع الواضح ل Gentlemen الاعتماد الكبير sar의 طريق soni كبيره over body ولكن بالا desperate تمتها ترغية طرق اللعب Meaning 파feeding ولكن California في سنة اللاعب وللعب ومعدوح معنا تكثف عليه بالاعتماد معنى ما عليك لاعب على المهاجم اليوم ونجم مرة تميرات بالنجاها المزوق معنى نوصل ميدان خاصة هذلك تعجي تلزب شعب كرة أكثر على الأطراف سيوان الشعليلي عجليمين يميل أكثر عجليمين وبرنوران يميل أكثر عجليسار إذن هذيري ناخل للشعور الأول اليوم والشعور الثاني خاصة نزل رينيه الشعور الثاني لاحظنا بعد الدفل الثاني لاحظنا التراجع لتونسي يخافط طوان في النزق معنى من الوصص من نفس النزق تلزب مقابلة كاملة وهذه واضح تلعب ماتش معنى كل 3 ايام أو 4 ايام من الطبيعي تخفض نزق وما تلعجل نفس النزق تلزب مقابلة كاملة ومن بعد لاحظنا معنى في باقي المقالفهم شوية تغييرات صعرهم من الفريقين والتراجع نحكي عن تغييرات تراجع للتونسي فإنو اليوم لاحظنا من جنب التراجع لعملوا شوية تغييرات داخل كورناتي مكان المرزوقي ومعاهم داخل اللعب ميموني مكان اللعب إنه يؤولى وفي ذلك الحظم تغييرات المزول صارت في طريقة 69 اليوم كورناتي يجي تقوى على رب الرأس ورب على هذا وقدموا استوى جيد بسراحة اللحظوا اللعب الرئي قوي بدنيا النجم التراجع ريتونس يحتمد عليك معنى كل كورنا عند اللاعب التراجع يوصلوا كورناتي وكورناتي نجم معنى بقوة بدنية ويربح الكورنا ويربح الديل تقريبا باش نبعده شوية في الحكاية ذلك نحكيه شوية على لوكاكو مثال لاحظت شوية ستيل متاع كورناتي اليوم يقرب شوية لستيل متاع اللاعب لوكاكو النجم التعديل الكرة نجم يبكحة الكرة في الهجوم ونجم ينتظر صعود اللاعب للاخرية بطبيعة من القارنوش بين لوكاكو وبينتاع كورناتي ولكن نحكيه احنا على الامكانيات معناه ونحكيه على ستيل ديوجير متاع اللاعبين الرجوز تقريب برشة البعض إذن نحكيه على تغييرات الاخرية ونحكيه على تغييرات الاخرية اليوم دخول عرفينه مكان الشعليلي إذن دي تغييرت اللقام بها المدربة الرجاعي اليوم معناها كناتي اليوم اللاحظناه انه قد عنده امكانيات بدنية وعنده امكانيات او كورة بالرأس معناه لاحظناه كورة بالرأس اليوم قتنصها معناه من مخالفة بكورة ثابتة والكورة بالرأس على العظم معناه ممكن يكون هدف معناه إذا كانت هدف اللاعب يأخو بس ثيقة ودجا اليوم تبدي اخو شوية ثيقة مع التراجر التونسي انتخال الماتشي في ذات بن قديم والماتش كان صعب أصلا على التراجر التونسي ولكن اليوم كنتخال في ماتشارية وكلاحظنا الثيقة البدنية ولاحظنا وجوده في ملعب شكل وظفة اليوم في ماتشارية إذن ومبعد ما تشاهدني بلايش مبروكة تراجر التونسي تصبح مستحق بسراحة المستوى اللي يقدمه حم الأنف مطالب بالتديرك في جوالات القادمة خاصة المدرب الجيد توا صحيح بداية وصعبة للتراجر ولكن مطالب بالتديرك في مقابلات القادمة أنا يزم على الأقل يبدأ يمركي في كونترنتيه شوية لانه كما تلاحظون أنا توا حم الأنف بعد أربع مقابليات 0 من النقاط صحيح نقص مقابلي ولكن نريد مباراة أنك تكون على 0 من النقاط من أربع مقابليات بصراحة كويرثي عشان لدي حم الأنف في بداية البطوطة من الصيادية يزموا إدلك في قدر من وعيد إذن نحكيه شوية على باقي النوادي معنا نحكيه شوية مثلا يوم على مباراة نديل بنزرتي وند نجم ردي بمتلوي نديل بنزرتي بصراحة عمل بداية مواصم محترمة بصراحة بخلاف المواصم الماضي اللي كان عاش في بصراحة من شكل ومنعملها بوط في أخر الحضارات معنا في أخر الضقائق من مقابليات معنا نحكي وإذن كان بصراحة المواصل اللي بدا يقدم فيه نديل بنزرتي في مقابلة هذية في المواصم هذية في شكل عام نحنا مواصم استثنائي في ندي بنزرتي من ناحية أداء مقارنة بمواصم السابق اليوم شوية صحة معرفة كان لعب دين بيلي بولينغ اللعب دين بيلي بولينغ قد فمستوراء مع ندي بنزرتي ثلث وقابعة التالية سجل 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 درجي سجل المقابلة السابقة ضد ندي حمل أمف واليوم مقابلة هذي يكمل سجل لعب دين بيلي بولينغ ثلاثة هذية في ثلاثة مقابلات بصراحة اللعب دين نجم يقول لي هو من انتدابات النجحة اللي قام بنا ندي برزرتي معنا في المركات وريمان وإحنا اللعب دين قاد يقدم مستوراء مع ندي برزرتي ومعناها ممكن يتطور اللعب دين ويكون أحدها تفيد بوطولة مصم الري إذن نجم ريب متلوي نجم ريب متلوي بصراحة ماتش بيهي ماتش خايب خمسة نقاط توا ونقص مقابلة صحيح تعادل ضد بنغردين معناها والمتش اللي فات عمل تعادل ضد تحط في الجولة قبلا لفات وجولة اللي فات لنجم متلوي معناها حق انتصار ولكن معناها مزير حمل نجم متلوي موشك الفريق الثالثم بشكل راع معناها وليكن خمسة نقاط به نجم متلوي حتى توا في أربع مقابلات بفريق نجم متلوي نجم يقول مستوى جاي تقدمونه المتلوي معناها تقريب نفس عبال النقاط معناها تحضب الاتحاد بنقردين خاصة نقاط زائدة ونجد ما تلوي خمسة نقاط وزوز لعبه أربعة مات شويت وزوز نقصهم معناه ما تشكل الفريق اذا نحكي احنا على نادي الاتحاد التطاوين نخسر واحدة اثنين ضد نادي الاتحاد بنقردين الاتحاد بنقردين بداية الموسم بتاعه كانت سيئة لاحظه ومقارنة بالبنية التحاد بنقردين اللي ناها مناول وجه ثير في ترتيب لحظنا بداية الموسم التالي كانت سيئة ولكن الاتحاد بنقردين التالي تلت بشكل ورح الموسم الثالي احنا يصار خارج الهقاوع ضد اثنين تطاوين انتصار مهم الاتحاد بنقردين يخلي ايه خمسة نقاط معناه بعد انتعادل في زو مقابلات معناه واخسار المقابلة هو العبرة المقابلات تعادل ضد التراجي تعادل ضد نجمة متلوي وتعادل التراجي عفوا وتعادل الاخر ضد نجمة متلوي صحيح وانتصار اليوم على اثنين تطاوين معناه انتصار وحيد اثنين تعادلات وهزيمة ضد نجمة الاتحاد بنقردين معناه ما تشريه خليه رجع شوية ثيقة اثنين تطاوين بداية البطولة كانت جايد اثنين تصارت على التراجي وبعد انتعادل ضد نجمة متلوي لحظنا قلنا تعادل لذاك ربما يتعبوا شوية خاصة انه عدو وقابلات ضد نجمة الاتحاد بنقردين نجمة متلوي اثنين تطاوين مع اثنين ينتعبه ان الاتحاد ومتلوي حتى ان انه يساعد الاتحاد يتعبه انه مش يتعبه الناس تطاوين لتتعب الناس تطاوين نتعبه اثنين انه يمنح من المحبوت الرجعور متقدم موسم متاز من ناحية الاعداد بدني من ناحية النتائج وإن له تحدث هو ليس أدف قطا لطيف ولكن عليما يقدم مستوى راحة النصف إذن نتحدث عن تعالي إلى حميم سوسا مع النجب ديراد السفيقسي إذن حميم سوسسا با الموسم بصراحة كانت جيدة بصراحة نيج حد تسمى الفريق ساعد من راتر ثانية إذن حمسوس متصر على حمام لنف وبعد عمل تعادل ضد اليومان ضد نيدي داري بالزرطي بذن مستوى متاعه بصراحة يتسمى محترم جداً اللي يقدم فيه بداية هذه البطولة ونعفو اللي حمسوس نقصه مقابلة إذن من أبع مقابليات يجب خمسة نقاط بصراحة مستوى محترم يقدمه هذا النيدي في بداية هذه البطولة إذن معناها نجم القولو اللي نجم الفريق إذن نشوفوه سناء يمنع شوية من هبوط معناها يبعد شوية عملية تقول هبوط معناها بالمستوى اللي يبدأ قادم فيه سناء نيدي حمال سوسا إذن نحكيه على الفريق اللي ياخد نيدي الارسفيقسي نيدي الارسفيقسي بصراحة جزوز مقابلة الفيتو كانوا رائعين نيدي الارسفيقسي انتصار ضد تحط التهوين وانتصار إخ ضد بنجردين مورش مقنع نيدي الارسفيقس بشكل واضح مورش مقنع تكتكيين والمدارب بالذات مورش مقنع ما اللي يقدم فيه المستوى اللي يقدم فيه ولكن نحكيه عن مستوى النتاج نيدي الارسفيقسي بصراحة اعمال النقل اللي نوعي في النتاج بعد هزيمة الأولى ضد التهوين الارسفيقسي ولكنه بعض التعادلات بصراحة يتيحوا شوية عنده سبع نيقاط نيدي الارسفيقسي نيقص مقابلة ومش خائب الحصيلة بصراح 7 نيقاط ونقص المقابلة نحكيه عن مقابلة لحصيلها ماشي خائب ولكن ممكن نيدي الارسفيقس يتفيد التعادلات مثل هذه التعادلات ولكن ممكن نيدي الارسفيقس يتفيد التعادلات ولكنه يبقى بعيد نقطة فقط على ترجمة نسيحة بالصدارة لذلك نكونوا كمانا حقارية تتحليل الانتاج متوى بتاع اليوم تصبح الأخينا سيكون نتلقى في معادة ذي أخرى